أعلن مؤلف الموسوعة الإملائية للصغار ومدير مركز الإبداع اللغوي الأستاذ حمز الخياط توزيع 43 ألف نسخة من الموسوعة حتى الآن لافتا إلى استمرار عملية التوزيع حتى نفاذ إجمال 100 ألف نسخة تم طباعتها على نفقة سمو رئيس مجلس الوزراء وقال الخياط بمجرد الانتهاء من توزيع الموسوعة سيتم عرضها للبيع في معرض الكويت الدولي للكتاب برسوم رمزية فضلا عن عرضها في معرض الكتاب الخليجية كاشفا عن عزمه تحويل الموسوعة إلى عمل تلفزيوني يقدم على شكل حلقات ويوزع في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية نظرا إلى أهميته في القضاء على ظاهرة التعثر الإملائي والدروسي الخصوصية